تمام يا بنات اليوم درسنا رح يكون عن giving advice and making suggestions كيف تعطي نصايح واقتراحات طبعا الشكل اللي رح تعطي فيه نصايح مختلف تماما عن الشكل اللي رح تعطي فيه اقتراحات كل واحد له structure معين فعشان هيك لازم تركز كتير معايا وتعرف تفرق ما بين كل structure والتاني وشو رح تعبي وراه وشو رح تحطي وراه اول حاجة رح ناخد وهي giving advice عنا تلات طرق او طريقتين لنا كيف نعمل نصيحة اول طريقة معنا اللي هي بدك تحطي had bitter وبعدك بتحط ال infinitive وراها الفعل اصلي يعني وهنا منعطي فيه نصيحة او ممكن تنصح بطريقة النفي اللي هي الشكل التاني had bitter not وبرضه بتحط الفعل infinitive وراه يعني للنصيحة المثبتة بتحطي had bitter بعدك الفعل اصلي بدون اي شيء للنصيحة المنفية يعني متك ليش متشربيش متنميش بتحطي had bitter not والفعل infinitive ناخد الاكزامبل الاولاني بحكي لك you had bitter see the doctor you will look you look very ill لازم تروح تشوفي دكتور نصيحة هادي لانك مريدة خطينا بعد had bitter see فعل infinitive النصيحة المنفية you had bitter not go to bed late you always get up tired in the morning مش لازم تنامي متأخرا لانك داري متصحي تعبانا الصبح يعني had bitter had bitter not بعديهم بنحطو الفعل اصلي see شايفين see وشايفين go بدون اي شيء بدون اي شيء يحفظ الشكل تمام للنصيحة when you give advice you can use had bitter had better not الطريقة التانية اللي انا اخد فيها النصيحة اخدوها قبل هيك اظنني في صف سابع او في صف سادس اللي هي من المودل verbs should and shouldn't هاري بنستخدمها للنصيح لتقديم النصيحة هاري من المودل verbs اللي هي افعال القينون اللي احنا بنستخدمها should or shouldn't بنحطي بعديها فعل infinitive برضو زي ما تذكري you should go to the doctor you shouldn't eat a lot of busy drinks هاري بتذكرها في صف سادس اخدوها فالمثال الاول you should study more to get better marks هارا should بعد هي بتحط الفعل الاصلي وshouldn't هاري النصيحة المنفية مش لازم تاكلي lot a lot of fries it's unhealthy مش لازم تاكلي كتير من المقالي لانها غير صحية اذا انا صار في هنا طريقتين للنصيحة had better had better not والشكل التاني should and shouldn't هلأ ننتقل لكيف تعطي اقتراح اقتراح برضو بشكلين الشكل الاولاني what about والشكل التاني you could تمام احفظيهم you could برضو من المودل verbs وبتحطي بدلها نفس استخدام نفس طريقة استخدامك تبع should تستخدم you could go swimming اش رأيك نقوم يلا ممكن تروح للسباح هذا اقتراح الاقتراح التاني هذا مهم جدا اللي هو what about what about تحطيها في راسك ماذا عن بعدها بتحط الفعل plus ing الاقتراح اللي انت اقتراحتي بتضفيله ing يعني it's so hot what about going to the sea what about going to the sea what about studying hard what about visiting our uncles what about playing football طيب يا بنات نيجي لموضوعنا نرجع للكتاب زي ما اتفقنا احنا في الاول هانا فوق اه شكل اللي كيف تعطي advice had better او should زائد الفعل الاصلي infinitive او had better not لنصائح المنفية او shouldn't بنفس الاشي باضافة اللي هي verb infinitive وطبعا ممكن تختصري had better لهاد اللي هي had plus اللي هي كوما زائد d بالنسبة للاقتراحات اش ممكن نعمل هانا؟ ممكن اه نعطي could plus verb infinitive او what about plus ing انتبهي could زائد فعل infinitive او what about زائد فعل اصلي خلينا نقرأ الجملنا هنا you had better هذه had better عبارة عن نصيحة you had better do or request النفي you had better not do or request انتبهي مش don't you had better not do مش don't انتبهي بتحط النط ما بين had better والفعل ال infinitive تمام؟ ممكن تقولي برضو نصيحة you should do our request او you shouldn't do our request تمام؟ نيجي للجزئيات التانية من درسنا اللي هي كيف تعطي اقتراح او suggestions احفظي الكلمات كتير منيح suggestions اقتراح ممكن يقولك بين قسين اعطي نصيحة advice او اسئلة do as shown او اسئلة speaking بين قسين يقولك اعطي suggestions فبدك تعرف انه advice يعني نصيحة باستخدام شكلين had better had better not should او shouldn't او طاعة suggestions اقتراح باستخدام could او what about بدنا نعرف انه could بعدها بيجي ال verb infinitive هانا الجملة الثالثة بقولك you could start new sport ممكن تقولي what about walking ضفنا لها ing يعني what about بتاخد ing for an hour اش رايك نمشي لمدة ساعة طيب في معلومة جدا راح اعطيك اياه هانا كيف تحولي ممكن يقولك could وبين قسين استخدمي what about يعني شلي could حطي بدالها what about سهلة شلي could معايا شلنا could هنا وحطي بدالها what about بتصير عندك what about شلي الفاعل كمان بتصير عندك what about بتصير what about start لا في نائس لازم تضيفي بعد what about لازم اها ing بتصير what about starting a new sport طيب لو العكس كان جايكي what about شليها وحطي بدالها could ما لما تشلي what about شلي على طول معها ال ing عشان تصير معاك you could وضيفي فاعل بتصير you could walk for an hour خلاص يا بنات لما نضيف could باستخدام what about حطي ing لما تشلي what about شلي ال ing معها وخليكي على could تعالوا نحل القاعدة معانا القاعدة الأولى بقولك the speaker thinks it will be good for the listeners to do ولا not to do something لما تنصح شخص او متحدث انه يعمل او ما يعملش بتستخدمي واحد واثنين ولا not 3 واربعة ولا in one and two and three and four طبعا في الاربع في النصيحة والاقتراح كلهم بتنصح المتحدث انه يعملها جملة رقم التانية بقولك in three and four the speaker is giving ايش بيعطي نصيحة ولا فكرة طبعا بيعطي فكرة on idea لان عبارة عن اقتراح تمام لكن في الجملة اتنين وواحد the speakers ايش بيعطي الواحد والولى هاتبتر هاتبتر ناط بيعطي some advices ممتاز رقم ثلاثة الجملة الثالثة three and four the words in the bold الكلمات الغامعة هادي في رقم ثلاثة واربعة ايش بتعطيكي بتعطيكي they are ways of giving اللي هي اقتراحات شايفينها في ثلاثة واربعة could do what about هنا نفس لو تلكو اياه في الجملة الرابعة بقولك you can change from you could start a new sport to what about بتروح يقولنا بتشيلي could وبتحطي what about بدالها وبتضيفي ing نجي الى start بتصير عندك what about starting a new sport تمام اوكي نيجي للجملة الرقم الجملة التالي exercise number two في عندك البكتر الموجودة عندك طفل ماريس الولد الصغير بيقوله do anything today you had better not try to do anything today طيب نيجي لسؤال رقم ثلاثة عنا هانا بحكي لنا انو بدك تعطي suggestions اقتراحات الاقتراحات شكلين يا اما what about يا اما could طبعا انت براحتك فانت بتشوفي شو بتختاري وشو بنسبك فقولك for food shopping ديما بتسأل what should we go what should we have for dinner شو لازم ناخد للغدا اليوم فبقولك some chicken ولا some burger فممكن انت تخترح بطريقتين what about having some chicken or what about having some burgers ممكن تاخذ بالطريقة التانية you could have some burgers or you could have some chicken نيجي لديما في الشكل التاني بتقول I want some fruit and what kind should I get فممكن تقولي لها what about getting اللي هي some apples or what about getting a melon ممكن تتنصحية بالشكل التاني you could get some apples or you could get a melon نيجي لالفقرة التانية اللي بتقولي getting fair and healthy بديك تنصحي او طاعت اقتراح لانك كيف تضعفي او تصيري صحية ف فؤاد ايش بقول the doctor says i should do more exercises what about what have فممكن تخترح على تقولي له go swimming او go running بطريقتين what about going running what about going swimming طبعا swimming و running هانا مش افعال هاري عبارة عن اسماء سباحة وجري ممكن تنصحي بالطريقة التانية you could go swim you could go اهتمي للتركيبة بعد go infinitive what about ing الفؤاد بسأله كمال مرة بقول له i need to find out more about healthy living لازم اعرف كتير عن الحياة الصحية but how كيف فممكن تنصحي الطريقتين بتقولي له اللي هو read this book or go on the internet what about reading this book what about going on the internet الطريقة التانية you could read this book or you could go on the internet وهيك يا بنات خلصنا درسنا ان شاء الله تكون استفدتوا رح ابرتلكو شوية اسئلة من الملزمة رح انحلها مع بعض ورقة عمل ورح ابرتلكو حلولها موفقين ويعطيكو الف افيا اشتركوا في القناة